فحرم وأباه أحمده سبحانه وأشكره أحل النكاه وحرم السفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الإسباح وأشهد أن النبي محمد عبد الله ورسوله حث على النكاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسان ما تعاقب المساء والصباح أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أنكم يوم نزلتم على هذه الأرض استدبرتم الدنيا واستقبلتم الآخرة فالنعيم في هذه الدار لا يدوم والأجل فيها على الخلائق محتوم ورحم الله امرئا عمر بالطاعة اللياليه وأيامه وأعد العدة للحساب يوم القيامة قدم صالح الأعمال وحاسب نفسه في جميع الأحوال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المؤمنين الأحبة في الله اعلموا أن هناك قضية نشماعية عني بها الإسلام عناية فائقة ورعاها رعاية فائقة واطلاها بالطلاء العبادة النير وما أدراكم ما تلكم القضية ألا إنها قضية الزواج فقر جاء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحث عليه والترغيب فيه وبيان كل صغيلة وكبيرة من أحكام وذلك لما يترتب عليه من مصالح الدين والدنيا ولما له من حكم من الحكم السامية والمنافع المتعددة قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث ورباع وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وروى البخاري وغيره أن على قامة قال بينما أنا أمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فلتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له ويجاء وعن عبد الله بن عمر بن العاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم وابن ماجا ولفظه إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة فهي أطيب حلال في الدنيا لأنه سبحانه وتعالى زين الدنيا بسبعة أشياء ذكرها بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية وأعم هذه الزينة وأعظمها شهوة النساء لأنها تحفظ زوجها من الحرام لأنها تحفظ زوجها من المرأة الصالحة لأنها تحفظ زوجها من المرأة الصالحة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد من خافه واتقاه وأشكره على ما أفاض من نعمه وأولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شرع السبيل الواضحة ودل على التجارة الرابعة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله نطهرين من الأرجاس وأصحابه المكرمين الأكياس والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون هناك ظلم اجتماعي متعلق بالنكاء منتشر في بلادنا يعكر صفوة الزواج ويزيل عن الزواج متعة وينشر الفساد والفتنة في الأرض وهو عدل المرأة من الزواج بالكفع وتزويدها إجبارا بغير الكفع وبغير الراغب فيه ابن الله تعالى تنو اعطار classical تنو تن انتب الجو متنا مو west اشتركوا في القناة 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 تونيولي دو كا نيشي عليما اكا دون فرولا فر ونو تا سونا فر وي مونا تونيولي كرة دواري كما دو كا حكم منا على تونيولي كرة دواري سيريا يفى مونا اكا کمانديا وما كتو داما نيني تونيولي الدين للي ALسلاميي حكم مونا مونا odoyي كفور كوه أحاكينا مبين نين كا فرولا أبي دون فرولا فر ونو يا سوى كده اي فا مو با دي ل لن تدعى تغTON ت Sitting الأفكار صالح إن الله تعالي قال اللعنة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة